الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة رسول الله حيار الصلاة 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 حيان الفلاح اشتركوا في القناة حيان الفلاح ورضي لنا الإسلام دينا والحمد لله الذي جعل لباسنا التقوى وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا نحمده تعالى على جلاله وكماله وعلى عزته وكبرياته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله والمصطفى من خلقه أرسله للمؤمنين بشيرا وللكافرين نذيرا وللعاصين شفيعا وللضعفاء نصيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فالصلاة والسلام على سيدنا محمد الهاد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبائي في مسجد التوبة نسير خطواتنا بعون الله تبارك وتعالى إلى ختام المسلسل شذرات من النظم والثقافة الإسلامية اليوم الموضوع الخطير النظام العسكري في الإسلام أو مفهوم الجهاد ونأخذ شذرات في معرفة أسس هذا النظام وقبل أن ندخل في المقدمة والموضوع تعالوا نستفتح بما هو خير آية من كتاب الله وحديث من أقوال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول البارئ جل وعلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأس وأشد تنكيل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة أي أن هذا الدين اكتمل عقيدة وحجة وبيانا وتربية ودولة وتشريعا فهذا النظام لا بد له من قوة تحمي هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها وغير ذلك هو خط وخلط وترقيع وتجزي نرجع إلى الحديث النبوي حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وما تفهموش الحديث غلط إخواني ما تظنش أن الجهاد عملية استرزاقية أو عصابات من الصائلين تقطع الطريق يعني إيه وجعل رزقي تحت ظل رمحي أن الخير والزراعة والصناعة لن تعم الأرض إلا بحماية العدل والقانون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصاب وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد إبقى بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالفني ومن تشبه بقوم فهو منهم إخواني الكرام تعالوا نستعرض قبل أن ندخل في موضوع الجهاد والقتال وأساسياته ونحن نتكلم عن الثقافة والنظم الإسلامي الوضع العالم في وقت يدوق فيه المسلمون ويؤمرون أن يتنازلوا عن دعوتهم وعن جهادهم في التميز عن المجتمع ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب لابد من الاستقلالية لابد من التميز لابد من الوضوح وأصبح قضية إزالة المنكر باليد والله إخوة كنت في لندن كما تعرفون منذ أسبوعين في الدورة الشرعية ويأتي مسلم بريطاني من أصل من جاميكا دخل في الإسلام تسعة أشهر كان يكلمني في قضية يضع من ضددا في الطرقاء ولافتة من خلفه ويضع المنشوراء يقول لقد عشت في ضلال وآل لي أن أنقذ الناس من هذه الجاهلية فماذا كان يناقش هذا المسلم الذي لم يمضي على إيمانه أكثر من تسعة أشهر عن إزالة المنكر باليد في بريطانيا يتكلم هذا الكلام وفقهاء الدعوة يجزئونه ويرقعونه ثم يزينون للمسلمين القعودة والسكوت عندنا ضيف من جريدة اليولان بوستن إن أنا قدمته قبل ما تأتي مقال جديد استعراض الصحفي نزل الجزائر قابل بعض الشباب ويمكن غدا أو بعد غد تقرأ المقال فيه تخليط فيه تخبيط فما لم في أجواء الحرية يقوم المسلمون بعرض قضيتهم فلا تبكوا ولا تشتكوا إن الله سبحانه وتعالى جعل من حكمته منذ أن نزل آدم على الأرض وإلى أن يرسها بمن عليها أن يبقى الصراع بين الحق والباطل سموه صراعاً اقتصادياً إن شئتم سموه تقاتل على المناطق الإستراتيهية في العالم إن أردتم سموه حوار وتصادم بين الأفكار سموه عسكرية وجيوش وجهاد فهذه حقيقة لا يماري فيها اثنان من الناس اسمع يا أخي لنعمل جولة برنأبان ورامية قبل أن ندخل في موضوع الجهاد والصراع خذ عندك تونس شين الفاسقين واحد من الإخوة جاءه قابلته زوجته كانت تضع الحجاب فذهبت إلى إدارة حكومية فقال لها الموظف وضعت أرادت أن تحتال فهذا وقت البلوة واجتداد الضرر والفتنة بالمسلمين أرادت المرأة أن تحتال فوضعت الثياب الشعبية كما تضع الفلاحة الغطاء على رأسها ولكن طلب الموظف المشبع بالكبر على الله عز وجل وباحتقار المسلمين وإيذائهم يسألها بغلظة هل أنت محجبة وأبى أن يمضي المعاملة إلا أن تنزع كل شيء عن رأسها هل في عالم عنده دين بعد ذلك يقول أنه شين الفاسقين مسلم هل بعد هذا الكفر من كفر بواح تؤمر المرأة الحرة بينما تتنازل فرنسا والسويد والدنما بينما يقف السياسيون في ألمانيا يقولوا يا أيها المغتربون لا نريد فتن العرقية عيشوا كأنكم في بلادكم يقف شين الفاسقين بجلاوزته من الكفا ينزعون عن المرأة المسلمة حجابها والله إن تيمور لنك لم يفعل ذلك ولا شامير الذين تغنى بالانتفاضة ضده هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة بأبواب جهنم من أجابهم قذفوه فينا فيها قال له حزيفة صفهم لنا يا رسول الله قال هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسناتنا إنه الخطوة عن الصدام وعن الجهاد وعن النظام العسكري في الإسلام قبلت واحد شاب سعودي بيسموه سعودي من الجزيرة في بريطانيا جاء يعمل دراسات علمي أتدرون ماذا يفعل المسافر السعودي إذا أراد أن يخرج من البلد بيضم بيوقع على تعهد وإقرار أتعرفون ما هو التعهد؟ إن الحكومة السعودية التي تخدم الصليبية والماسونية اليوم لا تطلب من المواطن عندها أن يكتب تعهد أن يتبرع بماله للمجاهدين أو أن يتصدق في سبيل الله يوقع على تعهد أن لا يسافر إلى البسنة ولا يسافر إلى الجمهوريات الإسلامية لأن أمريكا الصليبية أمرت بذلك مشكلة الأفغان العرب الذين ذهبوا للجهاد وتضحية بأرواحهم ودمائهم فلما انتهت المسرحية الدولية بدأوا يطاردونهم ويكنسونهم هذه الدولة التي تزعم أنها تحمل حرامين هذه العائلة التي تنفق بعض الفتاة لتضلل المسلمين الذين لم تستقم قلوبهم مع الله وعاد كل دينار يفتنهم عن طريق الحق ويستعدوا أن يبيعوا كلمة الله بأبخاث الأسمان خذ عندك مشكلة مصر مشكلة مصر إخواني الكرام سيعقد في شهر 9 مؤتمر دولي عارفين مؤتمر الدولي هذا ليه؟ مش لحل مشكلة المواصلات بعدكم نزلت سياحة في مصر عارفين أنتم مصر سموها أم الدنيا فيها النيل والخيرات وقناة السويس وإنت ماذا؟ مؤتمر دولي يا إخوة سيحضره زعماء أوروبا وأمريكا عارفين ليه؟ بقولك تنظيم عملية السكان تعقيم النساء في مصر مصر الآن وصلت وبعده الدعاء بيقولك حسن بارك ولي الأمر إذا كفرت أنت غلطان أنت من أهل الغلوب سيخصون الرجال ويقف العلماء يبيعون دين الله إلى متى تستيقظ هذه الأمة وتميز بين الحق والباطل؟ ماذا تنتظرون؟ وقد اقتحمت عليكم القدس من قبل وبيعت بثمن بس مؤتمر دولي ليه؟ لتعقيم النساء تجيع الفتيات عندهم يزدهون في الأمم المتحدة بإعلان حقوق الإنسان الدولية سنة 45 حق الإنسان في العمل في التعليم في السفر التي تكلمنا عنها في النظام السياسي ثم يأتي نظام حسن مبارك الكافر الصليبي الماثولي ليعقم النساء في مصر ماذا تنتظرون إخوة الإسلام؟ أنا لم أأمر أحد أن يحمل رشاشة أو أن يسحب سيفاً هذا ليس أمري هذه آيات محكمات في كتاب الله عز وجل يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد فتح مكة وبعد كسر الأصناع وبعد تحرير البيت الحرام من الشر وبعد إعلاء كلمة الله في الجزيرة يقول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية تجاهل أو يكون عندك نية الجهاد هذا وضع الأمة وإذا استنفرتم فانفروا إخواني الكرام موضوع الجهاد فيه مبالغات من الطرفين الطرف الإسلامي يقول له إحنا متحضرين مبارح الصحفي اللي جاي الآن المصور بيحكين على التليفون بيقول لي ما رأيك في قتل الناس في الجزائر قلت له هذه القضية طويلة تحتاج إلى بحث فأراد بيظن أنه ولد صغير بخاف يعني بخاف من الموساد ولا بخاف من السي آي إيه أو أخاف من هؤلاء الصعاليك الذين يحكمون العلم قلت له اسمع أنت تسألني وأنا أجيبك بالطريقة التي تريحني وليس بالطريقة التي أنت تريدها ما أدراني الذين قتلوا في الجزائر من عملاء الموساد ما الذي يدري أنهم جاءوا كما جاء المصراطي التونسي اليهودي بتخطيط مع الموساد باثنين من ابنتيه المريضات بمرض الإيدز ليواقع الرجال في الزنا وينشر مرض الإيدز في مصر ما يدريني من الذي قتل تريد أن تسألني هل سألت عن الشعب الفلسطيني عندما ذبح وهكذا يريدون أن يعموا الحقار فيا إخواني الكرام أصل الدعوة التبيين شوفوا الإمام ابن القيم عشان نرتب فيه إحنا قلنا في عالم الغرب كإن الفينة والفينة يأتينا شباب مبتدئون نريد أن نؤسس فهمهم الشرع بعيد عن خلافات المذاهب والجماعات أصل الإسلام كما قلنا أصل الدعوة قل هذه سبيل أدعو إلى الله أن ندل للناس على طريق الله فإذا وجدت دولة أو لم توجد علينا أن نعبد الله كنا في ديار الكفر أو دار الإسلام فاسعوا إلى ذكر الله إلى مناسك الجمعة الكتاب محفوظ والسنة مبينة ولا حجة للإنسان بعد ذلك وإنما يتصدى العلماء والدعاة لتجميع الناس لينظموهم على طريق العمل الصريح للإسلام فإن لم يفعلوا وتبدابروا وتضاغضوا ووالوا أعداء الإسلام وتخاصم فيما بينهم فأصبح وجودهم لمبرر له نبقى على الأصل أعبد الله ولا تشرك به شيء فأخواني الكرام إيش بيقولي ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الثاني صفحة 2 واردين بيذكر الآية من صورة الفرقان ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة هذه صورة مكية فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا الإخوة اللي حضروا التفسير هذه الباء وضمير الها به جاهدهم بإيه في مكة؟ بالقرآن فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا كان الجهاد في مكة جهاد البيان والحج وأنا بقولكم وبقول لنفسي بقول لحضراتكم وحضرة نفسي إن علينا أن نرتفع لمستوى الدعوة علينا أن نقرأ علينا أن نقف أمام الشبهات والحجر علينا أن نتقدم كالرجال ولا نبكي كالنساء كلما جاء صحفي أو صحيفة لتكتب باطلا عن المسلمين هم عايزين يهزوا بدانكم عايزين يسموا بدانكم عايزين ينكدوا عليكم عارفين آخر ترك عملوا إيه؟ جابوا تسليم نصرين على السويد عشان يغذون ويطلعوا لسنةه أنتوا بتعملوا مساجد وبتطبعوا الكتب وتدعوا إلى دين الله راح ينكد عليكم السويد ما عرفت تستورد من كل العالم الإسلامي رجل أو عندهم علم أو خبرة في التعليم في الاقتصاد في السياسة راحت تأتي بواحدة نصف عاهرة اسمها تسليم نصرين وتحطها هنا وكل شوية يعملوا عليها محاضرة عشان سيادتك تضرب لتليفون الساعة تنشر بالليل يا أبو عبدالله بيشتموا الإسلام طيب روح دافع عن الإسلام ما فيش ورغر الزردة والمناسف والأكل والفتة ما تروح تقرأ في دينك يا أخي كن على مستوى الحوار كن كما فعل إبراهيم عليه السلام عندما حجلنا مرود رئيس الدولة قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فضل يا أخي المسلم ولذلك كان في العهد المكي ولا فلا تطع الكافرين وجاهدهم جهادا كبير إذن هذا التكامل سوف نتكلم عن أسس النظام العسكري والجهاد في الإسلام الجزء الثاني عند المراقعين واحد من الدعاء كتب كتاب عن النقد الذاتي في الحركة الإسلامية ورجل عزي بوشورد عارفين إيش بقول في مقدمة الكتاب أسأل الله لي وله السلامة والهداء أقول العالم مقبل على السلام والمودة يا سلام في سلام اللي الناس اللي بتندبح في رواندا ولسه الحبل على الجرار وواحد من الدعاء بيكتب يضع نفسه في موقع المشرف على الجماعات الإسلامية وهو يشتهد وهو مأجور إن شاء الله ولا نسيئه له ولا نتطول عليه ولكن نسأل الله أن يعصمنا من الزلن وأن يلهم قلوبنا الرشدة وينجينا يوم العرض الأعظم فهذا الكاتب وهو من الإسلام يقول لك العالم مقبل على السلام والمحبة ويرقص مع بعض في الشوارع ويوزع الكوكولة من الأداء دي عمه متفجرات ده ألمانيا عملها الآن أوروبا ستدخل في حرب مع أمريكا في صناعة الطائرات العسكرية الآن السوق الأوروبية المشتركة أنتجت أحدث طائرة مقاتلة الجناح بيتحرك والمطور بيتحرك والدف بتتحرك وبتشتغل تحت المدر وفي جميع الأجواء ثم يأتون ليعموا على المسلمين خليكم متحضرين خليك زوء ما تحمقش حمقي يأتوا لك في المحاضرات والمدار إذا غضبت لله إذا انفعلت لما تراه من كذب وخداع وتضليل ولا خليك متحضر سنكلايز خليك مرتب يضع الشوكة والسكينة وهكذا يعمون علينا إخواني الكرام النظام الجهاد والعسكري في الإسلام له ست أسس كما تكلمنا على النظام السياسي الأساس الأول فاتح عينك أخي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد شغل لكل أجهزة الالتقاء عندك الآن عندك موبيل تليفون عندك راديو عندك سيتلايت هذا البربول شغل لكل أجهزة الالتقاء وإحنا في هذا اليوم المبارك مع الآيات ومع الذكر الحكيم اللجوء القوة أول قاعدة في النظام العسكري في الإسلام اللجوء إلى القوة في بعض الحالات مظهر فطري من تصرفات البشر يتناسب مع ظروف حياتهم واستخلافهم على الأرض ما في دولة بدون قوة ما في مجموعة بدون حماية حتى المصنع بتستأجر من شركة السيكوريتاس أن تضح حماية وبيضع لك صورة كلب ويقول لك هوند فاكت انتبه من الكلب احذر من الكلب فيه حراسة هكذا ومن لم يزر ومن لم يزر عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يتق الشرم يجتمل كما قال زهير ابن أبي سلم وأنا باقتصر اليوم إخواني وطبعا كل موضوع منقسمه على خطبتين الدليل على ذلك الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد هينزل آدم من السماء هو وحواء يتزوجان ويتنسلان والإنسان في كبد شفت الزلزال في الجزائر الطبيعة شفت الفيضانات في أمريكا هل رأيتم الحرائق في أسبانيا الإنسان في كبد يحتاج إلى قوة هذه حقيقة الحياة أي دولة متحضرة متخلفة شرقية غربية مسلمة كافرة لا يمكن أن تعيش بغير القوة وآيات كثيرة لكن أنا أكتفي من لمحات السارعة رقم اثنين الجهاد في الإسلام هو ذروة سنام الدين ما تطلعيش بأفتاوى غلط الله يحسن إليه يمكن أنا أكون جبان يمكن أكون خائف أو متردد لا أحد يزكي نفسك فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتخل لكن نطوع دين الله ونمزقه هذا شيء مش جاهز ما يصحي إخوان ديننا فيه جهاد فيه جهاد وستين جهاد ومليون جهاد اللي يحب يتفهم معانا أهلا وسهلا والذي يحب أن يسمع القولة يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتبتمون الحق وأنتم تعلمون هذه مشكلة من كان في قلبه مرض كنت في إحدى المدوات يا إخوة هنا في السنتروم عن الإسلام وبدأت أتكلم عن الإسلام والعدالة وغيره فوقف أول وحدة سألت وقفت امرأة عمر حوالي بين الخمسين والستين سنة يبدو عليها الثقافة فقدمها المقدم وإذا بها طبيبة في علم النفس سيكولوجي فبتقولي الطبيبة بتقولي أنت تدعي العدالة وحرية الرأي فلماذا تطردون سلمان رجدي أخكم العبد الضعيف اشتغل بالمدفعية ما يتنفعش هنفضل موال أبو زيد بزيادة قلت لها هذه مشكلتك ومشكلة الحضارة اللي عندكم إذا كنتم تجهلون الإسلام وتزيفونه اذهبوا في جامعاتكم وارفهموا الإسلام الصحيح أنا لست مجبرا أن أدفع من أعصابي ووقتي وعلمي من أجل جهلكم ومن أجل غبائكم فسكت الجميع على الإطلاع لن يستفزون ولن يبتزون ولن يستدرجون في مناقشة لا خير فيها ولا نتيجة ولا فائدة على الإطلاع يبقى رقم اثنين الجهاد في الإسلام هو ذروة سلام الدين لأنه يدل على استرخاص النفس لنصرة دين الله عز وجل من ناحية ولأنه يعكس اليقين الغيبي بوعد الله أن يكافئ الشهيد بالفردوس الأعلى ولذلك يقول الله عز وجل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون هاي يجي واحد يقول لي شبهات عن الجهاد في أفغانستان جبت لكم مقال خطير يا إخوة وإن شاء الله نقوله لأفضل في خطبة اليوم مجلة المجتمع العدد 1107 في صفر اللي فات 415 هجرية 12 سبعة جولاي يوليه سنة 1094 عملت مقابلة مع الجنرال عبد الحميد قول قائد المخابرات العسكرية الباكستانية والرجل المفتاح للصراع في أفغانستان ماذا يقول هذا الرجل؟ هذا الرجل أول عمل بعد أن نجحت بنظير بطه في الانتخابات بمساعدة أمريكا قامت بإقصائه عن منصبه من هذا الرجل؟ ما هو التفكير وماذا يقول؟ اسمع إيش بيقول عبد الحميد قول بيقول لأمثالنا من الذين يتشرذمون في الدعوة ويتحولون إلى فرق متناحرة بيقول له في آخر سؤال أنهج السؤال اللي قبله هذا آخر سؤال بيقول له أنتوا تركين المجاهدين بضربوا بعض الناس وصلوا إلى حالة إحبار بقول أنا سافرت باستمرار وجمعت المجاهدين مرات عديدة ولن أيأس في توحيد كلمتهم ثم يقول إن لدي براهين وإثبتت أن الموساد قد غرست بعض الناس لإشعال الدم بين فرق المجاهدين هذا رجل مسؤول كان مدير مخبراء في أقوى دولة عسكرية في شبه القارة الهندية يقول في مسألة الصلح الصحفي زعل كيف الجنرال عبد الحميد يقول أنا بعرق عشان أواحد الدعاء بواحد المجاهدين قلوا طب قلوا جماعات الإسلامية ماذا صمعت اسمع يا أخي المسلم اسمع يقول عبد الحميد قلوا ليحب صور المقال الشيء الآخر المهم أن العلماء والقوى الإسلامية التي يجب أن تأتي لأفغانستان تأتي للعمل وبصورة محايدة ولكن الذي يحدث أحيانا أن بعض الحركات الإسلامية تتعاطف مع طرف والبعض الآخر يتعاطف مع قوى أفغانية أخرى مما يسهم في تعقيد الموقف أكثر وأكثر بتنتقدوا حكمة يارو برقهاني شوفوا الجماعات الإسلامية اللي كل واحد بيشد في ناحية بتلوموا الأفغانيين في محنتهم آه إحنا في المسجل تكلمنا عليهم ليس انتقاصاً إنما تبين للحقيقة وبعدين قبل في مقدمة الإجابة إيش بيقول عبد الحميد بيقول العلماء اليوم بيجوا الترانزين بيكنيك بيقولوا يا عم الشيخ روح صليح لنا بالناس أيام ما كانت أمريكا أعطت النور الأخضر لجابر في الكويت ولفاهد في السعودية ولأنور السادات في مصر أن يفتحوا باب الجهاد العلماء رايح وين رايح بيشاور وخط ما قالت من العلماء وين العلماء اليوم لأن ولي الأمر قال ما تذهبوش نطيع ولي الأمر ماذا يقول عبد الحميد في هذه المسبحة من الإحباط من حالة الجهاد يقول إن الدعاة يأتون ليوم أو يومين ترانزين كيفك عم رباني أهلاً وسأتفضل شايا يا رجل كيف حالك؟ كيف حاله؟ بالأردو؟ كيفك عم حكمة يار؟ وكلمتين ويروح وياخد بعضه أهذه تقوى الله؟ أهذه المسئولية؟ أيام ما كانت أفغانستان قضية تتاجر فيها الجماعات الإسلامية وتجمع الأموال كانت كل جماعة تتصدر وتزعم أنها وليت أمر المشاهدين والآن في هذه المرحلة لأحد أتكلم شوف عشان نتكلم عن الصراع الدولي إيش بيقول الناس اللي بتفهم؟ مش الناس اللي بجي لها شيخ بفتلاء حتى السياسة اليوم الأخوة أصبح فيها تقليل مش المذهب الحنفي والمالكي افرد يا أخي أنا أولت رأيي سياسة هو كلامي منزل إذا لم تقول به فأنت فاسق خارج عن الإسلام حتى أصبحت الإلماعية وتقليص شخصية المسلم عند أمة تزعم أنها ستستعيد الخلافة وتقضي على الجاهلية وتقيم دولة الإسلام وتطبق التشريم إخواننا حزب التحليم